كماليوم مع الجدول الدوري للبيم هنتكلم على المعايير او الستاندرد عندنا كم عنصر عندنا خمستاشر عنصر دي المعايير والقراءات والوصائق اللي هتساعدنا ان احنا نحقق الاستراتيجية بتاعتنا وتساعدنا ان احنا نحقق البيم التعوين في بلاك كتيرة بتتبنى البيم ساعت من اعلى الاسفل يعني حكومة بتفرده فرد فخلاص يتبنته او من اسفل الى اعلى بيكون تستير التوريد هي اللي بتساعد الشركة انها تتبنى وفي ساعات بيبقى بيغيروا من بعض يعني شركة ادبنته فالشركة التانية اذا شمعنا احنا ما عندناش البيم ده هتولنا منه اتنين نحطهم في الصالون فبيروحوا جايبينه وحاطينه تمام فهلعايزين نبدأ نشوف ايه هي الستاندرد بنلاقي اول حاجة عندنا مراحل تسليم الرئاسية زي هننقل المعلومات في المراحل الرئاسية وده هنرجع لكود البي اس 1290 2007 وبي اس 1290 الجزء التاني اللي صدر في 2013 واخلال المرحلة ديت بنوفر معظم المعلومات الرسومية والبنات غير رسومية وصائق المعروفة بيجمع في نموذج معلومات المشروع اللي هو من اشارة التصميم والبناء راي بعد كده مرحلة التشغيل ده كده احنا مرحلة تشغيل لازم نصدر لي الكوبي كوبي اللي هي construction operation building information exchange construction operation building information exchange ده تنسيك البيانات مهمة جدا لعملات تشغيل المبنى والسيانة ودورة حيات المنتج ومندير المرافق للتنظيم المعلومات سواء المبنى او البنية التحتية وهو مهم من المرحلات التانية من البنية الوضع الاقتراضي انه هو ملف excel ولكن فيه ثياغ اخرى منه ده بليل عن الاوراق وملفات pdf في ديسمبر 2011 ذكر في ال NBIMS اللي هي national building information model وهي building smart الان شغالها في التطوير بتاعه ونستخدم ساعتها بقى كود اللي هو ps1990 جزء الثالث اللي صدر فيه 2014 اللي هو مصفات ادارة المعلومات للمرحلة التشغيلية الأصول باستخدام نمزجة معلومات البناء فبعد كده العنصر بعد كده اللي هو ادارة المرافق اللي هو الفسائلة management وده برضو هنرجع لكود ps1992 جزء الرابع 2014 اللي هو الانتاج التعاون المعلومات الوفاء بمطلبات تبادل معلومات الخاصة بصاحب العمل باستخدام كود الممارسات العنصر بعد كده اللي هو digital security اللي هو الامن الرقمي تقاسم المعلومات بشكل امن من غير ما نعمل مشاكل في التعاون ده اللي هو ps1995 2015 وده هتلينا بنتكلم فيه عن 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 حاجات قبل الـ AIR بنكلم عن حاجات الـ AIR معدلة الامان للـ BIM ويشوف التفكير الرقمي وادارة الاصول الذكية العنصر بعد كده اللي هو اللي هو الـ BR ده هنروح للكود ps8536 جزء الاول 2015 ده هنلاقي فيه ملخص التصميم والبناء جزء الاول كود ممارسة ادارة المرافق البناء تحتها المباني ده بتهدف لاشراك مشاغل المباني وفريق العمليات والسلسلة التوريد من البداية وبعد كامل نوسع نطاق المشاركة دي من خلال التسليم من خلال العمليات وفترات محددة من الرعاية اللي حقا وهنلاقي عندنا الـ CI اللي هي العلاقات التعاونية العلاقات التجارية التعاونية ده ممكن نروح لكود ps11000 ده هيقول لنا كافية القضاء على المشاكل المعروفة مسؤول الاتصال وبيحدد ادوار المسؤوليات وبيدعم عملية صنع القرار التعاوني ده اللي يخلي الشركاء بتوعك اكثر قيمة لعملك وعندنا الكود برضو ps11000 اللي هو جزء التاني 2011 هيساعدنا في ايه؟ هيساعدنا على قامة وتحسين العلاقات التعاونية ومن خلال تقديم توجيه لتنفيذ الفعال المواصفة ps11000 جزء الاول اللي بتحدد اطار العلاقات العاملة التعاونية ايزو 11000 بيتحت تكامل مع معايير النظام الادار الأخرى زي الايزو 9001 وهتلاح شوية معلومات اضافية في البي اس 1192-2007-A2-2016 طيب نخش بعد كده على البروتوكول البروتوكول هو اتفاع قانوني بيضمن سهولة وصول المعلومة لكل أعضاء المشروع والتحرك للمعلومات بسهولة عند حصول خطأ من السهل الجوة معرفة أن الخطأ من الأمثال على كده الـ Building Information Models اللي هو CIC BIMP protocol ده بروتوكول قياسي من مجلس صناعة البناء البريطاني بيصلح العمل على جميع المشاريع وصيقة عقدية تأخذ الأسباقية على التفاقات الأخرى وبتحدد المسئولات والاتزامات والقيود لأعضاء فريع المشروع وحدد إنجازها على مستوى معايير من التفصيل والحمد لله ترجمناها في بيم ربيع طيب نخشى بعد كده على نظام إدارة الجودة ده نظام مؤسسي للتقييم ورصد جودة العمليات والوسائق والتسليمات ونظام إدارة الجودة ممكن يكون رسمي زي الايزو أو إدارة الجودة الشاملة أو غير رسمي بيتم تطويره وإدارته داخل الشركة بتاعتك نظام إدارة الجودة بتتناول الايزو 9000 جواني مختلفة من إدارة الجودة وتحتوى على بعض معايير ايزو بتوفر هذه المعايير إشادات وأدوات للشركات والمنظمات اللي بترغب في ضمان إن منتاجها وخدمتها بطلبي باستمرار المطلبات العملاء وإن الجودة الحسن باستمرار الايزو ساعتلاف واحد اللي هو صدر 2015 ده بيحدد من الطلبات نظام إدارة الجودة طيب عندنا بقى نظام آخر اللي هو نظام إدارة التصميم design management system ده بيعمل ايه؟ لو احنا عايزين نطبق البيم أو عايزين نطبق نظام إدارة المعلومات بيطلب النوع من الصرامة أثناء عملية تصميم مع التركيز الجديد على العمل التعاوني والتكنولوجيا الجديدة وتطوير الأدوار والمسؤوليات تأثير المشاريعات البناء ده بتروح الكود بي اس 700 الجزء الرابع اللي هو صدر 2013 أنظمة إدارة التصميم دليل إدارة التصميم في البناء يوفر المعيار الجديد إرشادات بشأن عملية تصميم البناء على جميع المستويات وضع مبادئ لضمان أن تكون عملية إدارة التصميم أكثر كفاءة من خلال توفير المبادئ والمرجع المشترك لبرتوكولات الشركة أو مشاريع إدارة الأصول إدارة الأصول اللي هي الاسيست مانجيمينت بتخلينا بتوصف إدارة الأصل مع التمكين نمزاجة معلومات البناء برابت كائنات افتراضية ومساحات داخل النموذج بقاعدة بيانات خارجية لغرض تشغيل وصيانة المرافق أو مجموعة من النموذج النموذج ده بنسميه asset information model ده نموذج معلومات مستخدم لإدارة وصيانة واشغيل الأصول زي ما هو محدد في البيئس ١٩٩ جزء الثاني اللي صدر ٢٠١١ المطلح ده صدر إمتى صدر في مايو ٢٠١١ في وصيق الحكومة البريطانية بتتكلم عن تسليم المشروع البلدية كموديل بحلول عام ٢٠١٦ ثم انتشر بعد ذلك ويقصد بعض المصطلح لنموذج بعد البناء ويقصد به إدارة المبنى والمشاهم من خلال الموديل أو النموذج أثناء التشغيل بمعنى أوضح استخدام الموديل أثناء عملية التشغيل أثناء عمل الفندق واستقبال السياح في إدارته ومعرفة أماكن ندخلها في الأجهزة القربائية والميكانيكية وعمال السيانة والترمية في معايير ركوية ممكن ناخد بيها هتفيدنا قوي زي ايه زي نظام تقييم الأداء بي اس خمسة وخمسين عندنا بي اس آيزو خمسة وخمسين ألف لصدر أفلين واربعتاشر ده دارة الأصول ونظر عامة ومبادئة ومصطلحات بتقدم المفاهم والمصطلحات الحاسمة اللازمة الوضع خطة طويلة الأجل تتضمن مهمة المنظمة القيامها وأدافها والسياساتها التجارية ومطلبات أصحاب المصلحة الستوكولدر البي اس آيزو خمسة خمسين ألف وواحد الفين واربعتاشر ده دارة الأصول نظم الإدارة والمتطلبات وبتحدد المتطلبات نظام فعال لإدارة الأصول بي اس آيزو خمسة خمسين ألف واثنين ده صدر الفين واربعتاشر ده دارة الأصول ونظم الإدارة المبادئ التوجهية لتطبيق آيزو خمسة خمسين ألف وواحد ده بيقدم الترجمة الفورية والتوجيه لتنفيذ نظام ادارة الاصول الخاصة بك. طيب بعد ندخل بقى على كائنات المكتبة اللي هي library objects. ده ممكن نروح بقى لكود بي اس 8,541 جزء الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والستادس. ده بتقدم توصيات لتحديد شكل ومحتوى كائنات المكتبة لدعم جانب المشروع والتصميم ومنقصة وانشاء وادارة الاصول الممنية. كل جزء بيركز على الحاجة. فمسلا بي اس 8,541 جزء الاول بيركز على ايه? كائنات المكتبة للهندسة المعمارية والهندسة والبناء. تحديد وتصنيف كود الممرسة. الجزء التاني بيركز على رموز الصناية الابعاد المواصلة بها لعنصر البناء لاستخدامها في بناء لما هيك المعلومات. جزء التالت بيركز على شكل وقياس وكود الممرسة. الجزء الرابع بيركز على سماية المواصفات التقييم. جزء الخامس بيركز على الجمعيات ومدونة الممرسة. جزء السادس بيركز على اعلانات المنتج والمنشآة كود الممرسة. بعد كمان ندخل بقى على استبيانات مقابل التأهيل. استبيانات مقابل التأهيل. دي استبيانات تم تطويرها بنظام البي بي اس 91 اللي صدر 2018. عايز يبسط ويخفض تكلفة التأهيل المسبق في عمليات شراء البناء. بيديك بعض الاسئلة اللي بيطلبها المشتري من المؤرد المحتمل لتمكين ما قبل التأهيل لمشاريع البناء. بيحدد على اساس دي بحدد هتعم معه ولا اقا. بعد كمان لاقي البيلدنج سمارت داتا دكشنري. ده كموس البيانات الخاص ببناء قاعدة البيانات بلدنج سمارت. وده بش معيار بالبعنى ده كل الكلمة. بدل من تنفيذ الايزو 12600 الجزء التالة 2007. احنا هنحدد هنا نمازج معلومات مستقلة للغة يمكن استخدامه. لتطوير قواميس تستخدم تخزين او توفير معلومات عن اعمال البناء. هو بيتيح نظم التصنيف ونمازج المعلومات ونمازج الكائن ونمازج العملية التي لنبغي الرجوع اليها من خلال اطار مشترك. بلدنج سمارت ده جزء من عملهم الدعم لمعايير الاوبن بيم. عملت بلدنج سمارت داتا دكشنري عشان آآ تدعم الاوبن بيم. بتدعم مكتابة الممكانات وخصائصها. هدفها هو ضمان عملية بناء اكثر كفاية بيستخدم تعريفات موحدة بحيث ان يعني اي مطلح زي مثلا الباب بيستخدم ليه نفس المعنى في ايزلندا زي الهند زي السين زي مصر. فبيتوحد المصطلحات بدل ما تحصل للمشاكل. ممكن تدخل على وهتلاقي القموس ده بات. الداتا دكشنري. وبعد كده هنلاقي عندنا الفئات قصص الصناعة اللي هي الافي سي. دي مواصفات محايدة ومفتوحة غير مملوكة لجهة. بتتم تطورها من خلال البلدينج سمارت. بدعم استيراض وتصدير ملفات الافي سيم. لا تخضع لسيطارة شركة معينة. لا هي مواصفات تنسيق ملفة مفتوح. ممكن تسايف مسلا الريفت ليه ممكن تسايف الاركد عليه ممكن تسايف التكل عليه كل الحاجات ممكن تسايف عليه. فده من الحاجات اللي همستخدمة كتير. في عندنا برضو ال اي دي ام ده كتاب ارشادي لتستعمل معلومات اللي عاملها بلدك سمارت. عشان يبقى فيه رؤية لنموذج كمطلب معياري للاستبدال بيانات النموذجية في صناعة البناء والتشييد. ال اي دي ام هو معامل ايزو بيهدف لتسهيل قابلية التشغيل البيني بين تطبيقات البرماجيات المستخدمة في عملية التشييد لتعزيز التعاون والرقمي بين الجهات الفعالة في عملية تشييد وتوفير الاساس لاستبدال معلومات دقيقة ومسточ بها. يمكن تكرارها وزادة جاودة عليها. ممكن نروح بقى ساعتها ال كود اللي هو ايزو تسعة و Psychology 480 جزء الاول. طيب الاكود اللي هو ايزو 29000480 جزء الاول ده لمزاجة معلومات البناء الدليل تسليم المعلومات الجزء الاول المنهجية والتنسيق. بتحدد منهجية وشكل التصوير دليل تسليم المعلومات الا اي دي ام. تمام? وبالتسعى المناجهة لتنسيق وتوحيد تدفق وعملات البناء مع مواصفات المعلومات المطلوبة من قبل التدفق والشكل اللي يجب ان تاخده هذه المعلومات. يروع المعيار قبليل التشغيل البيني للناس على تعزيز التعاون الرقمي بين الشركات في عملية البناء. الايزو 2481 نمازج معلومات البناء دليل تسليم المعلومات الجزء التفاعل. ده بيوفر مناجية وشكل للتنسيق بين الشركات في مشروع البناء على مدار دورة حيات المشروع. بيوصف المعيار اضطار التفاعل. الشكل اللي ينبغي تحديد الاضطار فيه ويوفر الطريقة والمناسبة للمسئوليات رسمي الخرارات والتفاعلات لتوفير مصار لتضفك المعلومات.